وقعت وزارة التربية والتعليم اليوم بالعاصمة المواقعة عدن مع منظمة ديفرستي مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة بتمويل من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية ويهدف المشروع إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للطلاب بما فيهم ذوي الفئات الضعيفة والمتضررة وتعزيز التحاقهم وانتظامهم بالتعليم في أربع محافظات هي لحجوابيا والضالع وتعز ويستفيد من المشروع ستة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمتين طالبا وثمانية وثلاثين معلما وخلال توقيع مذكرة التفاهم أكد وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العقبر على أهمية هذا المشروع في عادة تأهيل البنية التحتية وتعزيزها مشيدا في الوقت ذاته بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم ومساندة القطاع التربوي والتعليمي